دعا وزير الخارجية الصيني وانجي مجموعة العشرين للاستفادة من مزاياها الخاصة للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان والمنطقة وأكد وانج الذي مثل الرئيس الصيني خلال قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين حول القضية الأفغانية نظمتها إيطاليا أنه يتعين على جميع الأطراف مساعدة أفغانستان في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يشهدها هذا البلد وذكر أن الصين تعمل على تسريع تقديم مساعدات طارئة لأفغانستان بقيمة 200 مليون يوان من المواد الغذائية واللوازم الشتوية واللقاحات والأدوية مشيرا إلى أنه قد تم تسليم الدفع الأولى من هذه المواد إلى البلد وأضف أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أفغانستان في الشروع في مصاري تنمية مفتوح وشامل دعيا إلى رفع العقوبات الأحادية عن أفغانستان في أقرب وقت ممكن وزيادة المؤسسات المالية الدولية دعمها التمويل لمشاريع الحد من الفقر والبنية التحتية في أفغانستان